حذر مقال بموقع ناشنال انتريست من أن استمرار أوكرانيا والغرب في التصعيد سيدفع روسيا إلى استخدام السلاح النووي كما توعد الرئيس الروسي ولذمير بوتين ميرارا وراء دكتور دان جورينا إبريس معهد ليسينغتون لأبحاث السياسة العامة الأمريكية في مقاله بالموقع قال إن الخطوات التي قام بها بوتين مؤخرا من إعلان للتعب الجزئية وإجراء استفتاءات في مناطق أوكرانية وضمها إلى روسيا هي بوادر على عزمه على استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا وأبرز في مقالي أن بوتين بعد فشله في القيام بانقلاب في أوكرانيا وحملته اللاحقة لاحتلال أراضا في شرق وجنوب البلاد توصل إلى طريقة للانتصار من خلال الظهور وكأنه يخسر وأن استمرار القوات الأوكرانية المسلحة بالأسلحة الغربية في هجومها المضاد سيشكل تهديدا للأراضي الروسية التي ضمتها موسكو حديثا الأمر الذي سيحمل بوتين على القيام بما حذر من أنه سيقدم عليه وهو استخدام السلاح النووي اشتركوا في القناة